اعتبر وزير خارجية مصر الأسبق نبيل فهمي أن قضية سد النهضة أصبحت في مراحلها الأخيرة وأن البديل للتوصل إلى تفاهمة بين مصر وإثيوبيا والسودان البديل عن ذلك سيكون الصدام وستكون النتائج قاسية جدا على الإثيوبيين وقال فهمي في تصريحات حصرية لموقع سبوتنك تحت عنوان وزير خارجية مصر الأسبق يحضر من مواجهة قاسية ما لم يتم التوصل لتفاهم حول سد النهضة وقال إن قضية سد النهضة الآن في مراحلها الأخيرة ويمكن القول أن الملف بأكمله وصل لمفترق الطرق وأصبح من الضرورية التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لأن البديل عن ذلك الاتفاق هو الصدام القاتل وستكون نتائج هذا الصدام قاسية جدا على الإثيوبيين ولا يحتاجها أحد فيما يمكن أن يستفيد الجميع من التوصل لتفاهم ممكن بالفعل وتأتي هذه التصريحة الخطيرة لهذا الوزير المصري على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان أمس دون التوصل لاتفاق نقطة فارقة في مصاري ملف السد فبينما تعلن إثيوبيا أنها ماضية نحو بدء ملء السد دون اتفاق تسعى السودان لإيجاد صيغة ترضي كافة الأطراف للهروب من صدام لم يعد مستبعذا بينما تحمل مصر ما تعتبره تعنطا من إثيوبيا مسؤولية الأثمع وكان وزير الرئي المصري تهم إثيوبيا بالتعنط في بيان صادر عن وزارة الرئي أمس واعتبر أن المفاوضات التي بدأت قبل أسبوع وانتهت أمس لم تحقق نتائج تذكر هذا وقد توقفت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قبل أسبع من بدء تشغيله المتوقع واقترح السودان حالة ملفها إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للبحث عن الحلول أعتبر مصر التي تعتمد بشكل شبه كاملا على النيل في إمدادات المياه العذبة في السد تهديدا وجوديا محتملا وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وألية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد وأتات المفاوضات التي تتابعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا كمراقبين بعد جولة سابقة في واشنطن انتهت من دون اتفاق في فبراير الماضي وأكد فهمي أن مصر تتمتع بوضع قانوني متمسك فيما يتعلق بحقها في مياه النيل وأوضح أن مصر تستند على الكثير قانونا في قضية سد النهضة الاتفاقية المبرمة بالنسبة للأنهار العابرة للحدود تخلق حقوقا تاريخية بالنسبة للدول هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك قواعد ثابتة في التعامل مع مثل هذه الأنهار لا ينبغي أن يضر طرف بآخر في التعامل بالنهر وأشار لدينا عنصر عنصر تاريخي بوجود اتفاقية ترتبت عليها حقوق تاريخية لمصر منذ زمن طويل هذا أساس قانوني صرف مثل اتفاقية مياه النيل عام 1929 والتي أبرمتها الحكومة البريطانية نيابة عن أغندا وتنزانيا وكينيا مع الحكومة المصرية لتنظيم العديد من الأمور وتحديد حصة الدول في المياه والتي انتقلت التزامتها للدول بعد الاستقلال وأضف فهم أن إيفيوبيا أعلنت عام 1957 أنها تعتزم اتخاذ إجراءات لتنمية حوض النيل بطريقة أحادية ومستقلة على أساس أن كل ما تم وضعه من مواثقة واتفاقية حول استخدام النهر في الماضي كان قد تم الاتفاق عليه قبل حصولها على الاستقلال ومن ثم فهي غير ملزمة به وهو ما توقف وقتها لمخالفته قواعد القانون الدولي المنظمات للتعامل مع الأنهار عابرة الحدود وقرارة منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة بعدم تغيير الحدود والترتيبات المتفق عليها قبل الحصول على الاستقلال اشتركوا في القناة